سويت عدة فيديوهات في القناة عن لاعبين غشوا في الألعاب واستعملوا الهكر بعدين تم فضحهم ونحضروا وواضح أنه جدا تعجبكم هالنوع من الفيديوهات لأنه مشاهداتهم بالملايين فبهالفيديو جاب لكم فكرة مشابهة خمسة أشخاص استعملوا الهكر في الألعاب أو بالأحرى اخترقوا شركات الألعاب وصاروا يصنعوا ويبيعوا الهكر فيها وتمت معاقبتهم بس العقاب مو حضر ولا فضيحة قدام الناس لأ بل تم سجنهم ايه أشخاص دخلوا على السجن أو تغرموا بسبب الهكر بالألعاب فيديو جدا رح يعجبكم فيلا خلنا نبدأ قبل لنبدأ بس حاب أذكر أنه فيه giveaway شهري على السماعة وكنترولر ألعاب من شركة أسترو إذا حاب تدخل بفرصة الفوز عليهم كيف عليك تسويه ادعم فيديو بذر اللايك اشترك في القناة وترك أي تعليق مع وصيلة التواصل فيه معاك وهذا الفيديو برعاية منصة بيت أويسس والتي تعتبر أول منصة لتداول العملات الرقمية بالشرق الأوسط موجودة من عام 2015 تقدر تستعمل منصة بيت أويسس في الإمارات السعودية البحرين عمان الكويت مصر الأردن والمغرب تقدر تتداول على المنصة باستعمال الريال السعودي أو الدرهم الإماراتي المنصة جدا آمنة لأن مقرهم الرئيسي في دولة الإمارات وعندهم دعم 24 ساعة على مدى أيام الأسبوع كلها وكمان لأن مقرهم في الإمارات فإيداع وسحب الأموال جدا سهل وسريع والمنصة مناسبة للمبتدئين والجدد في العملات الرقمية ومناسبة للمحترفين واللي عندهم خبرة وتقدر تبدأ تداول بـ 300 درهم إماراتي أو 82 دولار فقط وتقدر تضيف هالمبلغ بكل سهولة باستعمال بطاقات البنك أو التحويل المصرفي من السعودية ولو حملت البرنامج من اللينك الموجود بالوصف وسويت حساب وفعلته فرح يعطوك 50 درهم إماراتي عشان تبدأ فيهم التداول وإذا دعيت أحد أصحابك وحمل البرنامج فتقدر تحصل بما يصل إلى 500 درهم حملوا بيت أويسيس الآن وابدأوا بالتداول ويلا خلنا نبدأ بالفيديو في المرتبة الخامسة في عام 2018 كان فيه شخص من كوريا الجنوبية بيصنع وبيبيع الهاك في لعبة أوفروواتش وعنده كل أنواع الهاكر اللي تختار في بالك الوالهاك مثلا اللي يخليك تشوف الأعداء من وراء الحيط أو الامبوت اللي يخلي سلاحك يأيم على الأعداء بشكل تلقائي وغيرهم كثير والمشكلة أن استعمال الهاك في لعبة أوفروواتش بيسبب ضرر ومشكلة جدا كبيرة للعبين على عكس باقي الألعاب لأن الطور الرئيسي في لعبة أوفروواتش هو الكمبتاتف أو التحديات واللي هو بكل اختصار لما تفوز جيم سكورك بيزيد ولما تخسر سكورك بينزل بالسالب فاللاعبين بيحاولوا دائما يفوزوا بأي جيم ويتجنبوا الخسارة عشان يزيد سكورهم ومرتبتهم وبعدين يفوتوا ببطولات عالمية للعبة آخر بطولة كانت بجوائس قيمتها 4 ملايين دولار فالفوز والخسارة بلعبة أوفروواتش أو أي لعبة فيها طور رانك ماهو مزح أبدا والناس بياخدوه بشكل جدي كثير فهذا الشخص اللي في كوريا الجنوبية قاعد يصنع ويبيع هاكر للعبة ويخرب اللعبة على كثير ناس وجمع فلوس من بيع الهاك ما يقارب 200 مليون وان كوري أو 200 ألف دولار وشركة بلزرد الشركة المطولة لأوبروواتش حاولت كتير أنه تمنع الهاك بس ما قدروا فبعام 2018 شركة بلزرد راحت على كوريا الجنوبية وتعاونت مع شرطة مدينة سول بكوريا وقدروا يلقوا القبض على الشخص اللي بيصنع وبيبيع الهاك وقدموه للمحكمة وتم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات سنة رح يقضيها وسنتين عقوبات مع وقف التنفيذ يعني هذا الشخص رح يدخل على السجن حرفيا لنا قاعد يبيع هاكر بلعبة فيديو وهذا الشخص لو مسكوه في أي مكان في العالم عم يبيع هاكر كان مستحيل ينسجن بس في كوريا الجنوبية جدا ماخدين الألعاب والرياضة الإلكترونية بشكل جدي عندهم تخصص بالجامعة تدرس خمس سنوات عشان صير محترف بألعاب الفيديو عشان كذا بيع الهاكر في الألعاب جريمة يعاقب عليها بالسجن في كوريا الجنوبية في المرتبة الرابعة في عام 2017 نزل جهاز الألعاب نينتندو سويتش قبل اللي ينزل بسنة تقريبا وقبل إعلان عنه كان الجهاز متسرب بالكامل على الإنترنت شكل الجهاز مواصفاته الألعاب اللي عليه سعره كان كل هالكلام متسرب فشركة نينتندو راحت له وكالة الاستخبارات الأمريكية أو الـ FBI عشان يشوفوا مين الشخص اللي قاعد يسرب هالأشياء وطلع في شاب في أمريكا اسمه راين عمره 17 سنة هو اللي قاعد يهكر شركة نينتندو ويهكر سيرفراتها وياخد كل معلومات الخاصة هذه وينشرها على الإنترنت الـ FBI استدعوا هذا الشاب راين بس ما كان فينهم يعاقبوه ولا يحطوه بالسجن لأنه عمره أقل من 18 سنة فخلوه يتعهد ويوعدهم أنه خلاص ما رح يهكر الشركة مرة ثانية وفي عام 2019 راين ما التزم بوعده ورجع وهكر شركة نينتندو مرة ثانية وقاعد يسرب منهم أشياء على الإنترنت بس اللي ما عمل لحساب راين أنه في عام 2019 صار عمره 19 سنة فعادي يتعاقب أو ينحبس وفعلا هذا اللي صار الـ FBI اقتحموا بيته وفتشوا كمبيوتره ولقوا بجهازة آلاف الأشياء اللي سارقها من شركة نينتندو وكانناه يسربها على الإنترنت ولسوء حظة كمان لقوا بجهازة فوق الألف فيلم إباحي للأطفال كان حاط الأفلام بملفهم سميه bad stuff أو أشياء سيئة يعني الـ FBI فتشوا جهازة عشان يشوفوا الأشياء المسروقة من شركة نينتندو وبالصدفة شافوا أفلام إباحية للأطفال واللي عقوبة امتلاكها ومشاهدتها أشد بكثير من عقوبة الهاكر والاختراف فتم تحويل راين للمحكمة وتم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات سنة عشان الهاك واختراق شركة نينتندو وسنتين من وراء الأفلام الإباحية وهالكلام بنهاية عام 2019 فأنتوا قاعدين تشوفوا الفيديو حاليا هو إلى الآن بالسجن ما رح يطلع إلى السنة القادمة لأ وبس يطلع من السجن رح يضل مكتوب على أوراق رسمية مدة سبع سنوات إنه هذا الشخص مرتكب جرائم جنسية احذروا منه يعني هذا الشخص خربت حياته مدة عشر سنوات كله لأنه كان يهكر شركة ألعاب في المرتبة الثالثة في عام 2018 نزلت لعبة فيفا 18 ووقتها شركة EA المصنعة للاعبة فيفا قالوا إنهم عملوا نظام حماية جدا قوي للعبة عشان يحميها من الاختراق أو الهكر لأنه كل سنة بس ينزل لعبة فيفا جديدة بيخترقوها الهكر وبيسرقوا الكونز أو العملات لجول اللعبة وبيصيروا يبيعوها وطلع كلامهم صحيح بخصوص نظام الحماية الجديد بلعبة فيفا 18 الهكرز واجهوا كتير صعوبات باختراق اللعبة بس فيه هكر اسمه مارتن عمره 24 سنة اكتشف ثغرة وقدر يهكر فيها اللعبة والثغرة هي إنه ألعاب شركة EA الرياضية مثل فيفا ومادن كرة القدم الأمريكية ون بي اي كلها متصلة على سيرفر واحد فلو هكر سيرفر أحد هالألعاب رح يقدر عن طريقة يوصل للعبة فيفا 18 وصار يدور على أكثر لعبة عندهم مسحوب عليها وما أحد عم يلعبها لأنه النظام الحماية فيها رح يكون ضعيف ولقى لعبة كرة السلة NBA 2015 كان ممكن 5-6 أشخاص عم يلعبها في العالم بوقتها بعام 2018 فراح وهكر سيرفرات لعبة NBA 2015 وعن طريقها قدر يهكر فيفا 18 وسرق نسخ كثير من اللعبة وأكواد والكوينز والمشتريات اللي داخل اللعبة قدر يسرقها وبعدين باعهم بالسوق السودا وجمع أرباح فوق 300 ألف دولار شركة EA وقتها على طول راحوا للFBI وعملوا تحقيقات وقدروا يلقوا القبض على مارتن ولسوق حظة التهم اللي إجت عليه في المحكمة مو هكر واختلاق لعبة لا بل تهم سرقة لأنه كان عم يسرق نسخ من اللعبة ويبيعها فتم الحكم عليه بالسجن خمس سنوات وبغرامة قيمتها 250 ألف دولار بس مارتن منسجن لأنه دفع الكفالة عشان لا ينسجن واللي هي 750 ألف دولار زائد 250 ألف دولار الغرامة يعني دفع مليون دولار بسبب أنه كان يهكر لعبة فيفا 18 ومعلومة بسيطة دفع هالفلوس باستعمال العملات الرقمية ولي ما يدري معظم الهكر والحرمية أونلاين باستعملوا العملات الرقمية دائما لأنه الصعب بيتعقبوها الحكومات طعا الأكثر هالمليون دولار اللي دفعها سارقها من شركة ثانية بس ما حد مسكها في المرتبة الثانية لعبة Call of Duty Warzone من أول ما نزلت بعام 2020 واللاعبين دائما عم يشتكوا من الهاكات اللي موجودة فيها اللعبة مليئة بالهاكر كل ما تدخل أي جيم باتل رويال في احتمال جدا كبير إنك تموت من شخص قاعد يستعملهاك الشركة حاولت كتير إنها تحلها المشكلة كل شوي تنزل تحديث جديد يسكر برامج الغش بس صانعين الهاكر بيطلعوا ببرنامج جديد وبهكروا اللعبة بعدين صاروا شهريا يعطوا حظر أو باند لعشرات الآلاف من الحسابات اللي بيستعملوا هاك وكانوا يكتبوا هالشي دايما على تويتر بس كمان بدون فائدة الهاكر بياخد باند على حسابه بيسوي حساب جديد بيفعل هاك وبيلعب السنة الماضية أرسلوا تحديد للأشخاص والشركات يلي بيصنعوا الهاك قالوا لهم إذا ما وقفتوا رح نرفع عليكم قضية بالمحكمة وفعلا معظمهم وقف عن بيع الهاكر ما عدا شركة أو موقع واحد يلي هو ولي معروفين أنهم أكبر موزع وصانع هاكر في لعبة كولوف جيتي وفي عدة ألعاب ثانية ما همهم التهديد وكملوا بصناعة برامج هاكر للعبة فراحوا اكتيفيجين ضافوا نظام حماية للعبة كولوف جيتي اسمه ريكوشي ودفعوا عليه ملايين الدولارات عشان يقضي على كل الهاكر راحت شركة انجين اونينج بكل بساطة اخترقتها ونزلت بردامج هاكر وإلى الآن في هاكر بلعبة كولوف جيتي وقتها قالت اكتيفيجين وكولوف جيتي خلاص طفح الكيل عينوا أفضل المحامين في أمريكا ورفعوا قضية بالمحكمة على شركة الهاك انجين اونينج في الدعوة كاتبين انو الهاكر سبب لهم خسارات جدا كبيرة وفعلا هالكلام صحيح في كتير ناس سحبوا على اللعبة من وراء الهاكات وكاتبين انو بدهم تعويض 2500 دولار على كل برنامج هاكر او غش باعو والشركة باعت تقريبا 500 الف هاكر ف500 الف ضرب 2500 دولار لو اكتيفيجين فازوا بالقضية شركة انجين اونينج لازم تدفع لهم 1.25 مليار دولار متخيلين هالمبلغ المخيف يعني صانعين الهاكر بشركة انجين اونينج لو باعوا كل شي عندهم وقضوا حياتهم كلها عم يدفعوا ما رح يقدروا يسددوا ولا ربع هالمبلغ وشو كان رد شركة الهاكر بعد الدعوة القضائية نزلوا تغريدة على تويتر بعدها بيوم وكتبوا فيها سوينا تحديث لبرنامج الهاكر في Call of Duty Warzone في هالتحديث صلحنا بعض المشاكل لأ وغير كذا في الدعوة القضائية اكتيفيجين كاتبين انو انجين اونينج عبي صنعوا برامج هكر للعبة اوفر ووتش لعبة اوفر ووتش ملك اكتيفيجين كمان راحوا شركة الهاكر نزلوا تغريدة او صح قاعدين نشتغل على هاك للعبة اوفر ووتش عندهم كمية برود مو طبيعية اي حد غيرهم رح يكون جدا خايف الان المهم القضية لسه جديدة ما صار لها شهرين تقريبا فخلنا نستنى ونشوف شو النتيجة هل فعلا رح يدفعوا هالمبلغ ويتغرموا ولا لا في المرتبة الاولى عنا احد اقدم واشهر حوادث تحكير شركات الالعاب في التاريخ واللي صارت عام 2003 مع لعبة Half-Life 2 عدد جدا كبير من اللاعبين بيعتبر لعبة Half-Life 2 اعظم لعبة نزلت في التاريخ اللعبة حصلت على فوق الخمسين جائزة وهي تعتبر السبب الرئيسي لوجود ونجاح العاب الشوتر يلي بنشوفها اليوم المهم في عام 2003 اي قبل سنة من نزول اللعبة شركة فالف الشركة المؤسسة للعبة Half-Life 2 كانوا قاعدين يشتغلوا على اللعبة وكانوا حاطين امال جدا كبيرة على اللعبة بعد نجاح الجزء الاول Half-Life 1 فقاعدوا يشتغلوا على Half-Life 2 خمس سنوات وحطوا لها ميزانية 40 مليون دولار على وقتها يعتبر هذا اكبر مبلغ تم دفعه على صناعة لعبة فيديو في التاريخ المهم هم قاعدين يشتغلوا على اللعبة قبل سنة من نزولها مدير شركة فالف اللي هو جايب نول لاحظ انه كمبيوتره فيه شي غريب كل ما يفتح اي برنامج ليكمل شغل على اللعبة الكمبيوتر كله بيفصل لما يفتح ايميله بيظل يعلق بشكل جدا غريب واستمرت هالمشكلة عدة ايام وما كانوا يلاقوها حل بعدين اتفاجأوا انه فيه صور وفيديوهات للعبة Half-Life 2 منتشرة على الانترنت وقتها الشركة عرفوا انه سبب تعليق الكمبيوتر هو انه فيه شخص قاعد يهكرا والهكر قدر يسرق اللعبة بالكامل وقاعد ينزل منها صور وفيديوهات على الانترنت الهكر كان شاب من المانيا عمره 19 سنة اسمه اكسل جامبل لعب جزء الاول من اللعبة Half-Life 1 وجدا حبها وادمن عليها ومتحمس بشكل جدا كبير لجزء الثاني ومن كثر الحماس اللي عندها ما قدر يستنى النزول فقرر يهكر سيرفرات الشركة عشان يشوف اي شي من اللعبة بس المفاجأة انه لما هكر سيرفراتهم قدر ياخذ اللعبة بالكامل ويلعبها فتخيلوا كمية الحماس اللي عندها هو الوحيد في العالم اللي عنده لعبة Half-Life 2 قبل سنة من نزولها فقاعد يلعبها ومن الحماس قاعد يصور فيديوهات وصور وينشرها على الانترنت وقتها شركة Valve كانوا جدا مرعوبين خايفين هذا الشخص ينشر اللعبة على الانترنت والناس يحملوها ببلاش وقتها خلاص رح يخسروا كل فلوسهم ورح تتدمر الشركة حرفيا فاللي عملو الشركة انهم راحوا على وكالة الاستخبارات الامريكية او الـ FBI فورا والـ FBI صاروا يحققوا بالموضوع عشان يشوفوا عنوان هذا الشخص ويحاولوا يرقوا القبض عليه ووقتها عرفوا انه بألمانيا اثناء هذا الوقت الهكر نفسه يلي هو أكسل جامبل ارسل ايميل الى مدير شركة Valve يلي هو Gabe Newell وكتب له في الايميل انا جدا معجب فيك وفي العابك واعتذر اني هكرتكم بس كنت جدا متحمس للعبة اتمنى تسامحني ووعد ما رح انشر اللعبة على الانترنت راح رد عليه مدير Valve وقال له لا ما في مشكلة وطالما انت قدرت تتحكرنا فمعناها انك جدا ذكي وعندك خبرة في الحماية وهالكلام شو رأيك تسافر على امريكا وتجي تشتغل معنا في الشركة راح الولد ما صدق قال له خلاص وحاجة استكت على امريكا وكل شي والمسكين ما بيعرف انه متفق مع الـ FBI في امريكا انه اول ما يوصل على المطار راح يلقوا القبض عليه فورا بس بعدين الـ FBI غيروا الخطة قالوا ممكن لو اجوا والقينا القبض عليه حد في بيته في المانيا ينشر اللعبة على الانترنت او يهددنا فيها فلأ غيروا الخطة وكلموا الشرطة في المانيا عشان تلقي القبض عليه وفعلا الشرطة في المانيا اقتحموا بيته باسلحة والقوا القبض عليه وحوالوا للمحكمة وتم الحكم عليه سنتين سجن بس لانه كان متعاون معهم ومنشر اللعبة على الانترنت وقلهم الحقيقة فخلوا الحكم سنتين سجن مع وقف التنفيذ يعني ما رح ينحبس بس في حال سوى أي شيء خلال هالسنتين فرح ينحبس فورا طبعا هذا الكلام في ألوانيا بس هذا الشخص ما فيه يسافر على أمريكا أبدا لأنه مطلوب من الـ FBI هناك للأبد فإيا شباب هالفيديو لليوم أتمنى أكون أعجبكم أتمنى من نهاية الفيديو لا تنسوا وطعتوا الفيديو زر اللايك وشاركونا بالتعليقات شو أكتر قصة هكر من اللي ذكرتهم عجبتكم أتمنى تشاركونا الشيء بالتعليقات وبس كان معكم بالشركة إياه وشركة إياه شرككم في ديهاد الثاني إن شاء الله مع السلام